ينفذ الطيران الحربي غرات مكثفة على مواقع للحسيين وآلياتهم في المنطقة بدأ لون السماء يتغير فجأة في مأرب لكنه تغيير ليس بغريب يمكن للحرب أيضا أن تضفي طابعها الواقعي أينما تحل كما هو الحال هنا في الجبهة الغربية من المحافظة حيث يستعر القتال في الجفينة والبلق والتلال القريبة إلى سرواح ونخلة والسحيل التي دأبت الميليشيا إلى محاولة السيطرة عليها منذ أشهر فخسرت مفاصل رئيسية لعبور الإمدادات في الأيام الأولى من الحرب لم تعد هذه الأماكن المريحة للميليشيا اليوم إذ يفقد مقاتل الجماعة المتمردة مواقع استراتيجية تحت نيران كثيف للمقاومة وبغطاء جوي لطيران التحالف يمكن للحرب أيضا أن تخلف مشاهد من سرك هائل عظيم ومصدرا رائعا للإثارة خصوصا في ساحة المعركة الواسعة والخطوط الأمامية ولو أنها أحيانا تأتي قاتلة كهذه الرصاصة التي كادت تخترق رأس مقاتل هنا فيرد عليها هكذا وعلى الرغم من أن المواجهات تسير في مأرب بسرعة عداء بطيء إلا أن الأخبار تأتي مسرعة فهناك من يصوب الهدف وهناك من يوثقه شكرا